الجلوس على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك الواتساب وغيره ممكن يتحول من جلوس مباح بأصله إلى جلوس تحفك فيه الملائكة وتضع الملائكة أجنيحتها لك رضا بهذه الجلسة التي تجلسها بس بالني يعني نفس القاعدة التي قاعدها صح الحنيتك من إنسان داخل بلا هدف أو بس هدفه يتسلى لإنسان داخل ليطلب علم حط بنيتك أنا بدي أفتش كيف أطلب علم وأستفيد من دخولي على مواقع التواصل الاجتماعي فبتكون طالب علم وطالب العلم كما صح الحديث تضع الملائكة أجنيحتها له رضا بما يطلب أو يكون نيتك أن تنشر خير وفي الحديث معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء نفس الجلوس ونفس القاعدة اختلفت النية تفرق كثير يا طيب